مدينة كاركوك هي مركز محافظة كاركوك وتعتبر إحدى أهم المدن النفطية في العراق مدينة كاركوك الحالية هي مدينة التاريخية القديمة أربخة التي يقدر عمرها بأكثر من خمسة آلاف سنة تعتبر مدينة كاركوك من المدن التي تمتلك احتياطي نفطي قدر بنحو سبعين بليون برميل مع افتقارها لأبسط الخدمات الاجتماعية والصحية والعمرانية وهذا يعكس مدى استغلال ونهب ثرواتها قرعة كاركوك وتقع في مركز المدينة فوق مصطوط الأثرين قديم ورد اسمه في الألواح المستخرجة منه والمحددة بدقة 51 لوحا تعود تاريخا إلى منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومن المناطق المشهورة في كاركوك منطقة بريادي والشورجة والقورية وتب ملة عبدالله وأرماص ورحم أوا وأحمداغ وتسعين وتشقور وما يميز أبناء كاركوك الأصليين إنهم يتحدثون باللغات الأربعة المحلية العربية والكردية والتركمانية والأثورية وفيها ديانات وأطياف ومذاهب متنوعة مع الاحتفاظ بالعداد والتقالد والعياد والمناسبات مع انتشار أماكن مقدسة في المحافظة مدينة كاركوك شهدت تحولات وتغيرات جغرافية على مر العصور والحقب واستقطع من المحافظة وحدات إدارية وظيفت إلى محافظات السليمانية وصلاح الدين وأربيل ولكن بسبب الصراعات السياسية بين الأحزاب العراقية لم تتوصل تلك الأحزاب إلى حل يغضي جميع الأطراف مما يدى إلى استمرار الصراع وشهدت محافظة كاركوك انتخابات أعضاء مجلس المحافظة لأول مرة عام 2005 وتمكنت قائمة كاركوك المتاخية الخليطة من مكونات الأربعة الحصول على 21 مقعدا أما بقية المقاعد البالغة 20 مقعدا فكانت من نصيب الأحزاب العربية والتركمانية في ظل اتهام جميع الأطراف لبعضها بأن الانتخابات لم تكن نزيها أما انتخابات مجلس النواب العراقي فكانت حصة كاركوك 13 مقعدا وتمكنت قوائم الكردية من الفوزي بأغلبية المقاعد المحافظة مع استمرار الاتهامات بعدم الشفافية في الانتخابات وعدم تجديس جل الناخبين إدارة محافظة كاركوك هي الأحدى المشاكل العالقة بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكذلك مشكلة تطبيق المادة 140 محل نقاش وخلاف مستمر وإبان الحرب الطائفية عامي 2007 و2008 حاولت جهات وأحزاب سياسية عراقية زعزعت الأوضاع في كاركو واشعى الفتيح حرب طائفية بين مكونات كاركو إلا أن العلاقات التاريخية والتصاهر والأخوة بين أبناء كاركوك أفشلت تلك المخططات ومع كل هذا ومنذ عام 2003 لم تشهد محافظة كاركوك أي تغيرات تذكر من الناحية الأمرانية ففي كاركوك مطار عسكري تم التحويل إلى مطار مدني ولا يوجد فيها مصفل النفط بالرغم من أنها مدينة الذهب الأسود وتكون الحقوق متساوية على جميع المكونات